متابعيني جميعاً على قناة InfoTech for You السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة معكم مروة سليمان والنهاردة ان شاء الله حنتكلم عن بلاجين جديدة دلوقتي تقدر انت تنزلها داخل Visual Studio Code Visual Studio Code هو عبارة عن Code Editor developed by Microsoft ايه هو البلاجين اللي انا حتكلم عنه النهاردة البلاجين اللي انا حتكلم عنه النهاردة هو Klein و Klein بلاجين هتقدر تنزله من الاكستنشنز هو عبارة عن AI Assistant او مساعد شخصي بالذكاء الاصطناعي بيساعدك على كتابة الكود من خلال اختيار المساعد بتاعك اللي هو ممكن يكون Cloud او ممكن يكون Open AI او ممكن يكون Gemini على حسب انت هتستخدم ايه او المتاح داخله ايه عن طريق ان انت هتحط الABI داخل Klein علشان تعرف تستخدمه الموضوع ده هنعمله بشكل بسيط جدا وسهل ولكن انا هنا هطبقه على Gemini لان الABI بتاع Gemini مجاني فهقدر ان انا اطبقه معاكو اما بالنسبة لي Open AI او بالنسبة لي Cloud في الحالة دي هيتطلب منك ان انت هتكون مشترك بشكل مدفوع علشان تقدر تستفيد من هذه الخاصية هبتدي اجرب معاك هذا الاكستنشن كل اللي عليك ان انت بتروح للإكستنشن وبتبتدي فيه السرش هعمل بس اكستند الجزده شوية كده عشان تقدروا تشوفوا معايا هتكتب Klein وتدوس Enter هيظهر عندك Klein في اول بحث لو انت دوست عليه هتبتدي تعمله Install انا بشكل عام من ازدلافة خلاص هو قريدي نازل عندي ما قلتلك هو عبارة عن مساعد شخصي ليك انت بتختار الموضوع اللي انت عايزه يساعدك بيه وبيبتدي هو يساعدك بهذا الموضل يلا بينا نشوف ازاي ممكن نستخدم Klein اول حاجة هبتدي اخش على Klein يعني هينزل معاك هنا في الجزء ده كده هتدوس عليه بيقولك What can I do for you? اقدر اعمل معاك ايه اول حاجة لازم تروح للSetting علشان تبتدي تختار الABI Provider والABI Provider زي ما قلتلكم انا هستخدم Gemini علشان Gemini ABI Key متوفر بشكل مجاني وحاريك دلوقتي تحصل عليه منين وححط لك الرابط في الوصفة اسفل فيديو عشان تجرب الموضوع ده انت بتروح تختار الموضل اللي انت هتشتغل به هنا 1.5 Flash وفيه 1.5 Flash 0827 وفيه كذا نوع من الموضلز موجود عندي انت بتختار الموضل اللي انت هتشتغل به بيقولك بي support ايه ومش بي support ايه وهنا ممكن تعمل custom instructions تقوله انت عايز ايه بالضبط من خلال هذا الABI او يعمل ايه او ممكن تسيبه زي ما هو في الاخر بتتاعمل done انت هنا عملت ايه انت هنا قلت لي كلاين استخدم في الوقتي جيميناي علشان احصل على الكود اللي انا هطلبه منك او على المساعدة اللي انا هطلبها منك نروح بالشكل سريع نجيب جيميناي ABI key علشان نشوف بيجاب منين وزي ما قلت لك ححط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو هنا حبتدي ان انا اروح على الجوجل AI studio وحط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو على جيت اي بي اي كي وحتقول له جيت اي بي اي كي وحتدوس على جيت اي بي اي كي ايه هقول له جيميناي ABI وهقول له create ABI key حيبتدي generate ABI key حبتدي اخده copy وابتدي اروح للفيجوال ستوديو كود علشان احطه مرة تانية وريد تاني برضو بتحطه فين لان انا هنا ولدت واحد جديد خد بالك اي ABI جديد بتولده لو انت عايز تستخدم الجديد بتروح تشيل القديم وتحط الجديد رحت مرة تانية للفيجوال ستوديو كود وهحط من الsetting بتروح للsetting وبتختار طبعا زي ما قلت لك الABI provider هو عندنا هنا جوجل جيميناي وحبتدي احط الABI key بتاعي الجديد هعمل control V وبعد كده هبتدي ان انا اقول له done وحنشوف هنا هنستخدمه ازاي هنا انا هطلب منه ان هو يعمل لي كود بالHTML والCSS حاجة بسيطة خالص وحنشوف هينفذها ازاي هنا هبتدي احط الحاجة اللي انا عايزيها او التاسك اللي انا عايزيه يعمله لي هبتدي احط التاسك هقول له هنا create HTML وCSS اسكود فور هومبيج لترافل ايجنسي اسمها كذا وشكلها بالمنظر ده قلت له انا عايزة ايه بالزبط وطبعا هرجع اقول لك حاجة النتيجة بتاعة جيميناي غير النتيجة بتاعة اوبن اي اي غير النتيجة الخاصة بكلود طبعا جيميناي بصراحة من وجه النظري اقلهم في النتيجة ولكن انت طبعا لو عندك الابي اي كي بتاعة اوبن اي 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 او بتاعة كلورد هايكون افضل واحسن ودي وجهة نظري ايضا الشخصية هنا هبتدي ان انا اقول له انتر وحسيب الابي اي ريكوست يشتغل ونشوف النتيجة وابتدى يديني الكود زي ما انتوا شايفين حستنى لحد ما يخلصوا تماما وبيشتغل لوحده وبعد كده هبتدي اعمل سيف لسه مازال بيشتغل طبعا ما ينفعش واحد ما يكونش عنده اي خلفية يعني اي كود يعني اي فيجول استوديو كود يعمل الموضوع ده لازم يكون عنده خلفية هو عامل مساعد مش اكتر من كده بعد كده بتبتدي تعمل سيف هو هنا عطاك ملفين عطاك ملف HTML وعطاك CSS لو وقفت في ال HTML وهو already انت عملت له سيف وعملت right click وعملت open in default browser حيبتدي يفتح معاك تعالوا نشوف بقى ال page شكلها عامل ازاي بعد ما اتعملت باستخدام المساعد client وباستخدام ال API key الخاصة بجي ميناي اي دي ال home page اللي انا طلبتها ان هو يعمل هالي maro travel هي زي travel agency كده وزي ما احنا شايفين عطاني كل اللي انا طلبت منه طلبت منه tabs اللي هي ال home والabout والcontact والحاجات دي كلها وكمان subscribe form حاجة ممتازة جدا وكل اللي طلبته من خلال الامر اعطهوه لي بشكل سهل وسريع فهو عامل مساعد كبير جدا او مساعد بالذكاء الاصطاعي تقدر كمان تطلب منه يعدلك في الكود لو انت عايز بقى تعمل اي تعديل انت عايزه تقدر ان انت تعمل التعديل اللي انت عايزه وكمان تقدر ان انت هنا تطلب منه ان هو يغير لك حاجة معينة ممكن هنا اقول له make the color of footer background is blue هنا لو انا عايزة اغير في الكالر بتاع الفوتر مثلا بتاع الباكجراوند هنا ممكن ان هو يغيره لي هنا حيبتدي يعمل لي التغيير في css file زي ما احنا شايفين حيبتدي ان هو يعمل لي التغيير هنا غير لي الكالر خلاه هنا كان اسود هنا بقى ازرق لو عجبني ببتدي ان انا اقول له save ويبقى كده عمل لي save على التعديل الجديد تعال برضو نشوف التعديل بتاعنا في الهوم بيج هروح لي الاندكس وحبتدي اعمل right click وopen in default browser ويلا بينا نشوف دي الهوم بيجي بتاعتنا ننزل لي الفوتر لقي الباكجراوند بتاع الفوتر اتغير لونه يعني كمان بتقدر انك انت تعمل تعديل اعمل save وابتدي شوف التعديل بتاعك اللي تم على لفة css زي ما احنا شايفين غير لي خالص في اللون بتاع الفوتر اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة وكلاين بلاجن الموجودة داخل visual studio code نزل البلاجن واستفيد بيها اشوفكم في فيديو قضي بإذن الله تعالى على قناة info tech for you زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe لقناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعين الاعزاء ما تنساش لايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر